السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتكلم عن صف الخانات طريقة العوامات راح نتكلم بشكل عام عن مساحة الخانة حجم الخانة وامور كثيرة تهم المربي عندي تنويه صغير يا اخوة انا عندي قناتين القناة الاولى اللي هي الاستقرام فيديواتي من خلال الاستقرام القناة الثانية اللي هي قناتي من خلال اليوتيوب الاستقرام يعطيك عشر دقائق اليوتيوب مفتوح عندي متابعين باليوتيوب ما يتابعوني على الاستقرام وعندي متابعين على الاستقرام ما يتابعوني على اليوتيوب فانا احاول اني ارضي الطرف هذا ارضي الطرف هذا فاش اسوي مرات مراتي طول الشرح فالحلقة تنزل كاملة على اليوتيوب لكن على الاستقرام يعطيك فقط 10 دقائق فاقوم انا جزء الحلقة اكتب الحلقة مثلا 15 الجزء الاول حلقة 15 الجزء الثاني على اساس متابعين يعرفون ليش انا مرات اجزء الحلقات مثل ما اقول لكم دائم فيديواتي تعليمية متسلية تابع حضيع وقت لا ما رح تتسلق كلامي تعليمي تفصيلي ممل هالفيديوات هذي للناس اللي تبي تستفيد مثل ما اكرر دائما طيب كيف انا حصل حلقاتك في اليوتيوب دخلون علي دائما بالواتساب او الاستقرام يقول انا حصلت حلقة وحدة الحلقات متسلسلة واضحة تربية الحمام الحلقة الاولى تربية الحمام الحلقة الثانية جرب بالرقم تربية الحمام 33 تمام فالحلقة هذه 34 انا من يل اجيب مضمون الحلقة اللي اتكلم فيه اجيب من الناس اللي تسألني خاصة للحين لان انا وقفت عند 33 بداية من الحلقة هذه راح تكون ايه الاسئلة اللي تردني من المتابعين فانا اجمع الامور بمخي والافكار براسي والله حتى ما سجل ملاحظات بس اعرفها حفظها واجمعها واسويها لان اذا تكرر علي السؤال معناته ان الناس فعلا تبين المعلومة هذه انتوكل على الله لو لا الله ثم تشجيعكم ما قمنا بهالحلقات هذه كلها طيب اول شغلة المنشأ تمام دايما يا جماعة الواحد يحسب اصل الفكرة عنده اصل الفكرة عندك شنو كم تزوج تبي تبي مية زوج الف زوج عشر تلاف زوج على حسب اصل الفكرة عندك فانت كل ما صار العدد اكبر كل ما قدرت تسوي منشأ اكبر اذا العدد اقل سوي منشأ اقل يعني لا تعمل منشأ اكبر من الطاقة اللي انت تبيها الا اذا كان عندك تفكير مستقبلا هذا موضوع ثاني طيب يا اخوان اول شي بنتكلم عن صف الخانات شلون انا اصف الخانات بالشكل هذا صف الخانات اذا كنت تضع طابوق حجر مثل هذا تقوم تحط اول وحدة الى اخر وحدة وتربط حبل وتصفط الطابوق مع الحبل مع الحبل وتربط اول خانة هني اول خانة هذي تركبها على اول طابوقه وتربط في الخانة حبل وتسحب الحبل الى اخر خانة هناك المنطقة الوسطة فاضية انت هني صفيت الطابوق وصويت وصويت الحبل اللي من اول خانة الى اخر خانة بعدها تقوم اسف اللي بالنص لأ خلا اللي بالنص بعدين اول شي الطابوق اذا صفيته وخلصت تقوم تركب الخانات على الطابوق كل خانتين طابوقه وتصف خاناتك خلصت تربط حبل بأول خانة بعد ما ركبت الخانات الحين انت وتربط حبل بآخر خانة وتسمت الحبل قوي فتشوف الخانات اللي حايشة الحبل ترجعها وارا اللي حايشة الحبل ترجعها وارا لما يكون الحبل متساوي مع الخانات كلها بعدها تقوم تربط الخانات بسيم بعد ما تصف تربط الخانات بسيم يا جماعة ترى أنا أتكلم لكم عملي مو كل الشباب عندهم شركات كبيرة ويدق على شركة ويقول تعال حط لي كونكريت وعمال وصف وميزان لا أنا أتكلم عملي يعني كلنا عايشين بهذه الطريقة اللي عنده مزرعة اللي عنده جاخور اللي عنده إزبل حياة عملية ما هو سوال مهندسين ويجو يصف لكم كذا هذا بخصوص الطريقة اللي أنا مسويها كل إنسان وطريقته ما لي علاقة فيه ناس يكون عنده القاعدة حديد من الأول للأخير حديد هذا بخصوص الصف بخصوص الظهر من فوق إذا شفت خانة مرتفعة عن الثانية هذه مثلا تحط لها شبه زيادة عشان تعدلها هذه كذا من الضروري جدا من الضروري جدا إذا كنت مركب عوامات تمام من الضروري جدا إن تكون الخانة متساوية لأن العوامات هذه اللي معروفة بالسوق إذا ما فيه اتزان ممكن الماء يخرج وتستمر في نزف الماء شوفوا الآن ما شاء الله الوزنة مضبوطة الطريقة هذه تبين وزنة الماء مضبوطة أنت تبين معك تمام؟ خلاصنا من وزن الخانات الروح طال عمركم التركيب العوامات شلون أنا أركب العوامات؟ يا أخوان نبدأ من مصدر الماء من مصدر الماء الرئيسي لازم يكون عندك مصدر ماء مستوى الماء لازم يكون أعلى من الخانات بنص متر ربع متر ما فيه مشكلة بس لازم يكون أعلى من الخانات تمام؟ شوفوا الملاحظة الحين هني الوز شلون مرتفع تشوفهم يا أخوان أول البداية طبعا هذا البودر ما للنمل لازم تكون شغال أربع جنيس ساعة تحطوا هذا النمل شوفهم تقريبا سبعين أو ثمانين صانتي رح أصور لكم هناك وشوفهم الفرق شلون أنا منزل الهوز عشان يكون فيه انسياب بالماء عشان يوصل آخر خانة أساعد الماء على الانسياب هذا الماء يخرج المدخل الرئيسي فيه خزان الماء بره مرتفع يعني تقريبا مستوى هذا شوفوا من نهاية الهوز هني تقريبا عشرين صانتي ارتفاعها هناك مرتفع سبعين وهني عشرين على طول ثلاثين متر أو أكثر فرح يكون فيه انسياب العوامات هذي وين حصلها أنا أتكلم عن الكويت هذي تحصلها في الشويخ بالفورسل في الشويخ ابحث عنها يبيعون كرتون 200 حبة معاها حرف اليو المفصلة هذي تمام الأهواز هذي معاها بالكرتون إذا نقص عليك تحصلها بكل مكان تسأل عنه بشويخ تحصلها تمام الهوز الأسود هذا اللي هو الزراعي الثلاثة عش زين المفصلات هذي اللي هي كبر اليو هذي الستة ملي المخرج على ثلاثة عش هذي تحصلها عند النصف ودورة مكان ثاني يمكن تحصلها تمام عند النصف ثلاثمية وخمسين فلسا اعتقد الوحدة فأنت ما رح تحتاج إذا مشروعك كبير الامية واجد عليك خمسة ثلاثين دينار زين حيننا رح ناخذ الهوز هذا من المفصلة هذي الحرف الت وبعدها ننزل الهوز حرف يو واحد يطلع الخانات اللي وراء وواحد يجي للخانة هذي أخلي فيه مجال شوية أقوم بعد ما ينزل على الخانة أقوم أربطها ما أخلي الهوز تلعب انتبهوا وأربطها من الناحية هذي ليش أنا أربطها من الناحية هذي لأن أنا فتح فتحها هني عشان الحمامة تطلع راسها وتشرب المسافة زينة شوفهم فلا تخلي الهوز يسكر على الفتحة دايما حاول تربط بسيام وتوخر الهوز وتنزل الثاني تحت شوفهم حرف يو واحد طلع للعوامة هذي والثاني نزل تحت الطويل هذا ورابطه أنا هني بسي واحد يطلع للعوامة اللي عنده والثاني ينزل للي تحت وانتهى الموضوع هذا بخصوص التركيب العوامة تركب على الحافة مالة الخانة تمام إذا تفصل خانات أو تبي تفصل خانات عند أحد أو تشتري من أحد وانت بتحط عوامات لازم فيه الحافة هذه تمام تركب العوامة هني هذا بخصوص العوامات طريقة تنظيفها موجودة في الحلقات يا أخوان أنا ما صنفت الحلقات كل حلقة اسمه الوحدة لا أنا عطيتها أرقام فأنت ماك خسران إذا كل حلقة مدتها عشر دقائق عشر دقائق أنا أتكلم مرات دقائق عساس بعض الأخوة العربي تابعوني باليوتيوب شنو موضوعي يلا توقع والله ما دالي شيء بقول نزين فهذه أي فأنت مو خسران عشر دقائق كل حلقة إذا أنت رجال تبي تشتغل مشروع تبي هواية تبي وناس ماك خسران ترى ما في مشكلة حلقة طويلة تابع أنت رايح الدوام فاضي ما عندك شغل رايح لصديق زائرة مسافة شغل بالزحمة عند الإشارات شغل اسمع استفيد مني أو من غيري يمكن أنت ما تستفيد مني شيء تستفيد من غيري شيء تابع ما هو فقط أنا اللي أنا اللي فاهم لا يا أخوي في ناس أفهم مني لكن أخذ مني معلومة وأخذ من غيري معلومة شرحنا الآن تركيب الماء وكذا طيب يا أخوان بالنسبة للعلف العلف تعمل فتحات مثل المعالف هذي دقيقة المعالف هذا حديد تمام له الشنكار هذا أو أصابع تركبها داخل الخانة على أساس يكون العلف خارجي تمام وأنا قلت لكم بالحلقات اللي طافت راح نوفره وموجود إن شاء الله اللي يبي يتواصل معاي موجود هذا شنو ميزته هذا ميزته إنه خارجي العلف تحط العلف من براء مرتفع بالجوانب على أساس تقل كمية إن العلف يطيح يمين يساف تقوم تفتح فتحتين تمام حمام تدخل راسها من هنا وتاكل العلف بالنسبة للإضاءة يا أخوان الإضاءة مهمة جدا 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 إذا أنت شخص يعني ما عندك وقت في النهار تجي تراقب حمامك وكذا فيفيدك في الليل تستغل وقتك إذا عندك فراغ في الليل أما إذا أنت ما تدخل على حمامك في الليل ماهو ضروري الكهرباء تمام اللي ملتزم بوقته عارف أما لشخص في الليل يأخذ شيء ويبيع ويشتري حمام ويرد حطه في الخانات وكذا لا حط إضاءة ضرورية جدا وضاءة تكون قوية على أساس وقت التسجيل تراقب حمامك لأن تعرفون الليل فيه فراغ كبير مرات الواحد يفضأ ويصير فيه فراغ كبير طيب يا أخوان هل يحتاج الحمام تدفئة في الشتاء نعم لازم المنشأ يتسكر جميع التيارات الهوائية الباردة ويكون فيه شفاط ليش؟ لأن بعض أيام الشتاء يكون فيه مثل الندى أو الرطوبة داخل الهنقر فلازم عندك شفاطات ضروري جدا للشتاء وللصيف في الشتاء إذا صار صقيع والفرخ شوية كبير الأم ما تقدر تحضنه بالكامل ممكن يصير عندك وفيات والحمامة الأم إذا حضانت الفرخ الزغلول وهو حجم كبير يمتص حرارتها ويأثر على الأم نفسها في ملاحظة دقيقة يمكن البعض ما يلاحظها فالأم أو تقوم عن الولد ما لها الفرخ ما لها ما تقدر تحضنه في الشتاء يأثر عليها فتلقى يتجمد ويموت إذا كان كبير شوي فأنت قياسك إحساسك جسمك إذا برد صقيع لا حاول أنك تشغل أي طريقة تدفئة لازم يكون مكان شوية دافئ يعني تكسر الصقيع شوي هذا بالنسبة للشتاء التيارات الهوائية ممنوع لا يحوش الحمام تيارات هوائية طيب بالنسبة للصيف هل ضروري أني أنا أضع تبريد إذا كنت تبي استمرار الإنتاج نعم لازم تضع تبريد لكن قبلها خلنا نتكلم عن أنه ما تبي استمرار الإنتاج بالصيف الحمام يتحمل دام أنه ظل والماء متوفر عليه على طول ولا تحوش شمس مباشرة بالصيف يتحمل افتح التهوية وخل كل هذا الشبك افتح التهوية يعني خل فقط الشبك يتحمل الحمام ما عليه بالصيف لكن إذا أنت بإنتاج لأ لازم يعني مثلا خلنا نقول درجة حرارة التفقيص اللي هي 100 فهرنهاي تعتقد 37.5 سليزي أنا ضيعت بين سليزي وفهرنهايت زين ف إذا هي 37.5 درجة الحرارة التفقيص لازم المنشأ يكون يعني أقل شيء 35 34 لا يتجاوز 37.5 ليش وهذه يطبقوها على فقاسات مالة البيض لأن الحمامة هذه الآن نايمة على البيض ترفع درجة حرارة البيض إلى 37.5 الجو الخارجي يرتفع عندنا إلى 40 50 فالأمة تستطيع التبريد فالبيضة تتعرض الحرارة أكثر من 37.5 تتعرض حرارة الجو تفسد نفس اليوم تفسد إذا درجة الحرارة 40 و50 وكذا فأنا أقوم بعمل التبريد بأي طريقة لا تسألني تعمل تبريد نفس طريقة المحميات الزراعية نفس المكيفات كهربائية اللي في البيت تستخدمها أنا ما أعرف شنو المنشئ اللي أنت حاطة لكن أفضل طريقة مثل منشئ كبير تمام تحط مكيف اللي نسميه مكيف ماء في الكويت مكيف سحراوي في الخليج هذا أنا المكيفات هذه يعني ثاني سنة استخدمها متوفرة المكيفات الماء بكل مكان لكن للأمانة للأمانة أنا الرجال والله ما عرفه خذيتها من الغذوري اللي بشبت اسأل عنها لا تدق علي و تقول لي كم رغمه رجاء اسأل قل الغذوري اللي بشبت يقولك هذا رغمه أو ابحث عنه بجوجل سراحة هذه اللي أنا جربتها ممتازة وعندنا شركات كثيرة تبيع مكيفات الماء هذه كيف أعرف كم احتياجي من مكيفات الماء للهنقر أو للمنشأ مالي بالملي بالمتر ما قدر أحسبها لك أنت سو اللي تعتقد أنه بيجيب تبريد يعني حط وحده هنا ووحده هنا ووحده هناك ووحده هناك وشغل أيام الصيف أول يوم الظهر شغل وانتظر شوف هل في برودة ولا لا والله في برودة بس خفيفة محتاج أكثر قوم اشتر مرة ثانية وزود وحده بالنص أو وحده هناك بالنص ما تشتفين بالكاميرا ولا لا شغل تجربة ترك عنك تقول والله هندسة ولا أسأل أحد يفهم ولا ما يفهم منشأي أنا كيربي ما في عازل يمكن منشأك في عازل تقل الحرارة تقل عندك استخدام المكيفات شخص المنشأ ما لا طوله مترين أنا مترين ونص وكذا فيفرق تفرق العوامل فلازم تجرب تجربة هذا بخصوص التكيف وجزاكم الله خير وآسف على الإطالة